نفذت ميليشي الحوث الإرهابية حملة اختطافات جديدة طالت العديد من موظف المنظمات المحلية والدولية في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة الحديدة بعد أيام قليلة من حملة مماثلة استهدفت العشرات من موظف المنظمات الأممية وقالت مصادر محلية أن ميليشي الحوث اختطفت يوم أمس العديد من موظف المنظمات المحلية والدولية بينهم عدد من موظف الأمم المتحدة والمفوضية السامية وفادت المصادر أن الميليشيا اختطفت الدكتور عبد الناصر الرباعي مسؤول التحصين في منظمة الصحة العالمية بصنعها بعد اقتحامها لمنزله وتفتيشه ونهب سيارته وبعض امتلكاته الشخصية كما اختطفت الميليشيا المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن عبد الحكيم العفيري ونائبه فهد سيف الموظف السابق في السفارة الأمريكية بصنعها وإبراهيم الخضر بعد اقتحام منزله وترويع أسرته ونهب ممتلكاته